عايز اسألك على حاجة ده بفضول شخصي بالفضل البفطة البيضة اللي قدامنا اللي طالع عند الناس طول الوقت يعني اي حد بيشوف كم عبدالعيزي بيقابله في الشارع بيتكلم معاه بيده عن الكاميرات بيشوفه في اي لقاء بيشوفه في اي حاجة بيحس ان في جوه كمس هلاكانه البفطة بيضة غير طبعية انت بتعمل ايه والله كنت امرأة امي بس دي دعوات امي ليا الله ارحمها ربنا جعل فجلنا ونعينا يا رب جدا مما اي انسان يتخيل ودائما نقول الشاشة فضاحة او المسرح فضاحة اللي في قلبك بيطلع انا راجل بشتغل وبروح وفي حالي وبس بس يعني برضو انا لا انا عايزة دج بسم الله ما شاء الله ربنا ربي يحفظك ويبارك لك ويفيدك يعني كم من نجاحات طبيعي البني ادم نفسه بتممكن تلعب معا شوية لعب لا انت حتى كمان الواحد بيحس ان الكلام طلع بجد مش يعني مش كلام منمك وديبلومايسي وحلو لا يعني الكلام طلع من القلب فعلا حقولك على حاجة بس دارة انا اساسا درس اخراج وانا متربي اساسا في بيت والدي المخرج الاستاذ محمد عبدالعزيز فانا مولود في السينما فانا عارف اهمية السينما عارف دور السينما عارف رسالة السينما الفن عموما بشكل عايي يعني خدت حصانة زي ما تقول كده خدت تطعيم وبعدين من الصغر شفنا اللي عمل كده راح فين واللي عمل كده راح فين يعني تعلمنا يعني على قبل ما بنقتر لا ما بنتن رهشح لا 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 ايه الاية او الدعاء او الحاجة اللي بتقولها قبل الفتح السطار او قبل حاجة مهمة قبل يعني شغل مهم الفاتح امري لله ان الله عبصيرهم بالعبات ده دي اللي بتحس ان الدنيا بعد كده ربنا جعلها ربنا معنا معنا على الف خير على اخوه واستبقى صدقة جارية منك ان شاء الله الكل اللي بيسمحها ويرددها من بعدك يا رب يا رب يا رب عايز اعرف منك بعد ده اول شغل لكريم عبدالعزيز بعد الحشاشين وبسم الله من شاء الله الحشاشين الكسر مش بس مصر الدنيا كلها الحمد لله يا رب ايه بقى اللي جاي هو التلفزيون يعني كنا بنحضر حاجة مع حبيبي واخوية الله ارحمه والاستاذ فاتح اسماعيلي معنا مع عمل الف خير يا رب بس اجلناها للسنة الجاية بحكم الظروف داخل فيلم مع دوكتور بيتر دوكتور بيتر ميمي دوكتور بيتر ميمي طبعا حبيبي وحبيبي يا اخوية داخلينه في شهر تسعة وفي بقى مفاجآت كبيرة جدا الجاية بس حاليا انا بحضر فيلم مع دوكتور بيتر ميمي داخلينه في اول اسبوع في كسعة ان شاء الله يا رب على خير